اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي واحدة من الاشياء المضحكة في العراق في هذا الزمن المبكي ان الحكومة في العراق الحكومة الحالية في العراق من طريق ادواتها تدعو وسائل الاعلام الاجنبية لان تكتب عن تجربة العراق ان تأتي الى العراق وتكتب عن تجربة العراق الجميلة والراقية وعن التطور والنهوض الذي حصل في العراق لذلك قلت انه هذه واحدة من النكات المضحكة في الزمن المبكي مباشرة يتبادل الى الذهن ما شكل التجربة المزدهرة والطيبة التي يدعون لتوصيفه الكتابة عنها من قبل وسائل الاعلام الاجنبي الدعوة تقول او التصريح ان هناك اربعين مكتبا في العراق مرخصا اجنبيا مكتبا اعلاميا مرخصا في العراق في بغداد وعليهم ان يحضروا او يرسلوا الناس واحنا نتعاونوا اياهون ووفر لهم كل شيء لنقل الصورة الحقيقية عن العاصمة بغداد والعراق والتطور التطورات والكتاب عن التطورات على مستوى المؤسسات الدولة وعلى التطور الخدمي والاستثمار الاقتصادي اي كلام اي عاقل ممكن ان يكتب هكذا موضوع عشرين سنة تجربة بائسة العالم كله يعرف انها بائسة لكن العالم هذا لو للهراوة الامريكية ولو انها تجربة امريكية لكانت تكلم غير كلام لكن الامريكان يريدونها تجربة بهذا الشكل وكل وسائل كل دوائر السياسية والاعلامية في العالم تخاف من السطع الامريكية لا يتكلمون لذلك تخرج من هنا وهنا بعض المنظمات تقول لنا احصائيات عن العراق لكن وضع العراق في اسوأ حال يعني عن ماذا اي مؤسسات يكتبون عن الكهرباء مثلا مؤسسة الكهرباء اللي صرفوا عليها اكثر من مئة مليار دولار لعد الان والكهرباء غير متوفرة في العراق يعني ربما تنقطع 15-16 ساعة باليوم في مناطق كثيرة وفي الصيف مشكلة كبيرة جدا عن اي خدمات يتكلمون والعراق من اسوأ المدينة وبغداد عن اي بغداد يتكلمون بغداد اسوأ مدينة بالعالم اخترت من قبل منظمات كبيرة اسوأ مدينة لعدة سنوات يختارونها اسوأ مدينة في العالم الجواز العراقي اسوأ جواز بالعالم نحن فيها على مستوى من الفساد في العراق عن اي تجربة يكتبونها تجربة الفقر يقولون ان 12 مليون عراق تحت خط الفقر يأكلون من المزابل في بلد موازنات السنوية اكثر من 100 مليار دولار يقولون عن تجربة حضارية واردات العراق نحو تريليونين دولار والعراق بلد مخرب مدمر يكتبون عن المولات والمطاعم المالية الدنيا هي هذه التجربة يكتبون عن بلد بلا صناعة ولا زراعة وبلد مستورد تحوله الى بلد مستورد ومستهلك لكل شيء هي هذه التجربة يكتبون عن القتلى في الشوارع في الطرق بسبب رداءة الطرق والمواصلات اكثر بلد بقياس نسبة السكان وعدد السكان اكثر بلد بحوادث طرق مئات الالاف يموتون سنويا وعشرات الالاف يموتون عن اي تجربة يحجون عن تجربة البطالة اكثر من 60 60% من الشباب هم عاطلين عن العمل ورئيس نقابة العمال في العراق يقول ان 15 مليون عاطل عن العمل في العراق هل هذه التجربة اللي يكتبون عنها والعراق بلد شاب يعني 65% من اهلهم من الشباب و 65% من هؤلاء الشباب عاطلين عن العمل يكتبون عن تجربة الميليشيات التي تحكم العراق عن حكومة تؤسسها الميليشيات هذه هي التجربة التي تريدون عن مطار من اسوأ المطارات عن بلد حدودها مفتوحة وسيادتها مخترقة واستقلالها غير موجود عن الصواريخ والقصف والميليشيات والسلاح المنفلت السلاح في كل مكان يعني هذه التجربة اللي يكتبون عنها عن اي مؤسسات يكتبون عن اي نهوض واي يعني كلام غريب عجيب يطالبون بنفس الشسم انه على الاتحاد الاوروبي ان يرعى التجربة الديمقراطية هاي تجربة ديمقراطية في العراق 85% من العراقيين اكثر من 85% لم يشاركوا بالانتخابات سويت انتخابات من الاشياء شاركت بيها وقلتوا هاي الحكومة انتخبها الشعب زورتوا كل شيء هاي هذه التجربة التي تريدون من العالم ان ينقلها يعني تريدون من العالم يجي يقول يقول الفساد هذا هو واقع الحال هو المؤسسة الوحيدة المخدمة من كل القوى السياسية بالعملية السياسية تخدمها عن اي تجربة يكتبون؟ يكتبون عن تجربة المشاركة الشراكة الوطنية التي تدعونها والخصومات وعدم الثقة بين كل القوى العملية السياسية عن عملية سياسية يكتبون يعني تقوم على المحاصصة الطائفية والقومية والعرقية هذه التجربة البائسة عن المستشفيات اللي يدخلها يخرج منها محمولة إلى المقضرة من اسوأ مستشفيات الدنيا عن اي تجربة تحدثون؟ عن الاقتصاد وتهريب الدولار والعملات وما تدروني للفلوس عن الاقتصاد اللي وحادي المورد الريعي اللي فقط النفط وكش ما عدنا عن المشيات المتحكمة عدها موانع وعدها طائرات وعدها منافذ حدودية وارصفة في الموانع ولا حد يستطيع أن يتحكم بيها ولا حد يدخلها عن اي تجربة؟ عدها سجون خاصة لا حد يستطيع عدها مناطق خاصة لا حد يستطيع أن دخل بما فيهم رئيس الوزراء القادر عن قوات المسلح يمطقت جرف الصخر يستطيع رئيس الوزراء القادر عن قوات المسلح يدخلها عن اي تجربة تحدثون؟ تجربة مغيبين ومدن مخربة ومدمرة هاي المسلح من قلتوا أنه مثل ما تدعونه أنه حررتوه وتدمرتوه لحد الآن رفعت الناس تحت تحت الأنقاف لا حد يرفعها يكتبون عن الفساد والسرقات والنهيب عن ماذا؟ عن أي تجربة يكتبون يطالبون الإعلام يعني أنا أقول ربما بالكلام البغدادي والكلام العراقي المفهوم يعني تحمدون الله ما أدري لمن تحمدون الله يعني على أنه يعني أمريكا هي اللي رائعها هاي التجربة وهاي التجربة تريدها أمريكا ولا كان كل العالم مسكت عنكم كتب عن هاي التجربة البائسة اللي دمرت العراق عشرين سنة ورجعت عقود إلى الوراء بالتخلف بالمصيبة كتبون عن الأمية البلد العراق اللي مكان به أمية الآن أكثر من عشر ملايين أمي بالعراق كتبون عن المخدرات التي ملأت كل مكان وتغولت بالعراق والآن يتعاطوها حتى بالمدارس الابتدائية وصلت ومدارس البنات تحدثون عن التغول الإيراني والتحكم إيران في السياسة وفي الاقتصاد وفي الأمن وفي كل شيء هذا الذي يكتبون عنه هي هذه التجربة البائسة التي تدعون العالم والإعلام الأجنبي للمجيء الكتابة عنها وإذا كتب هذا الإعلام الأجنبي عكس هذه الحقائق الناس ستضحق عليه وأشك أنه يعني أكو وسيلة إعلام أو مؤسسة إعلامية نزيهة تحترم نفسها تقبل أن ينشر شيء عكس هذا عكس الواقع بهذا الشكل أو على الأقل الجملة هل يمكن هذا؟ مع الأسف الشديد هذه واحدة من النكات يعني المضحكة في زمن مكي في العراق عشرين سنة من الخراب والدمار ويتحدثون يكفي يكفي هذه التجربة البائسة التي دمرت الناس وهجرت العالم وهجرت خيرة العقول العراقين وقتلتهم مليون ونص عراقين قتلوا وهاجرت خيرة العقول والآن الشباب العراقي أول أمنياته وأهم أمنياته أن يهاجر من العراق وهذه التجربة البائسة التي تريدوها تتحدثون عنها ما لسه في الشديد تجربة طائفية تجربة بها بس خطاب طائفي وبها تحريض وبها أذى وسوء وفساد وخراب وهذا العراق ما لسه في الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة